فطائر مالحة تجير رائعة والديدة بعجين قطني وبحشوة اللي ما كطبش فبول كان وضع الدقيق كانضيف له الخميرة ديال الخبز وكانضيف زيت زيتون والملح هنا المقادر مضبوطة نخليها لكم تحت الفيديو كانجمع الخليط ديالي باللبن هنا لما استعملت ارلمان كمش اللبن ممكن تجمع الخليط بالحليب ولكن كتضيفوا معه واحد المعلقة صغيرة ديال الخل وكتضيفوا واحد القطعة ديال الزبدة إلا طفنا اللبن نستغنو عليهم هنا كنضيف شوية ديال السكار سانيدة وحليب بودرة إلا كان متوفر هنا ممكن تضيفهم من اللول انا نسيتهم منذ انك خلطت عاد اضفتهم وكنجمع كما كتلكم الخليط جنة باللبنح وكندلكوه مزيان كنخليوه علاج نبك يرتاح ندوزو الحشوة كانحتاج هنا مودزاريلا اللي كانحكها رقيقة هادي تشوفوا عشنو نضيرو بها وهنا كما كتشوفوا العجين جالي بعد مما ارتاح وطلع مزيان خمر فكنشكل منه كوائرات وكلها كوائرات فكننا نحلها بحلاكة وكنوضع فقصد منها الجبن اللي حكيت ممكن تستعملون نوع اخر ديال الجبن يعني حتى مو ثلاثة الجبن ممكن تستعملوها وكنلف عليها العجين بطريقة او لبعد شكل وكننحطها على العجين وكنبقى مستمر رحتة نكمل الكوائرات ديالي كاملة نصفف هكدا الكوائرات ديالي فانية ديالفرن هكا كانبعدو شوية وكنبدا نبسط وكنبدا نبسط باش نعطيها وكنبدا نبسط باش نعطيها وحد الشكل يعني غادي تكون من فوخة من الجوانيب وخاوية من الوسط يعني العجين القيق من الوسط نبقى مستمر رحتة نكمل يعني الكوائرات كله وكندزول الحشوة فهنا هادي شهي استعملت للحشوة فقدرت طماط المجفافة دراء سوريمي شوية ديالبسلة خطارية مقطع وجبن موزاريلا مقطع القيطة فهنا استعملت طماط المجفافة فقد نديرها هي اللولة باش ما تحرقش ليه في الفورن يلاستعملوا ما طيشها سوغيز عادية ممكن نديروها يعني من الفوق كنديرها في الداخل ديال هاد الفطائر على هاد الشكل ومبعد غادي نغطيها بالباقي الحشوة غي باش ما كتتحرقش لانه اه كان عارفوا هاد الطومات سيشي مني كانت خلوها الفرن دغية كتيبس وكان نبدا نوضع المكونات الاخرى اللي عندي وهنا ممكن استعملوا اي حجم توفرة عندكم يعني قطع ديال الدجاج اللي كانت بقات لكم يعني طيبة كتقطعها القطع بكتديروها طون اه يعني كاشر اي حجم توفرة عندكم ممكن استعملوها ايضا فلفل مقطع القطع مهم الفشوة كتبقى اختيارية كنضيف هنا ايضا قطع ديال زيت سون الاخضر كما كتشوفو وكان ناخد البيض اللي كان دهن به الجوانب فهنا ممكن انكم قبل ما تسوضعوا الحشوة دهنوا الجوانب هكتا كيجيكم الطريقة سهلة سينو كتديروا هكتا يعني هكتا كتكملوا كتدهنوا الجوانب وكترشوا بلي بغيتوا هنا هنا رشية الزنجلان الابيض والازود وصافي كان ناخد الجو من محكوك تنديروه من الفوق على الشكل يعني فوق الحشوة حتيس ايضا هنا شوية ديال زيتر كان ديروه من الفوق وايضا شوية ديرها التوابل الايطالية كتير رائعة كان رشحتها هي من فوق ممكن ترشو شوية ديال يعني سودانيا او الفلفل الاحمرها او شوية ديال الفلفل الاحمر كباش كتعطيوا اللون تندخلوا من الفرحة كي يطيبوا وكيتحمروا كي يجيوا على هات الشكل كي يجيوا رائعين رائعين جدا اه خفاف جدا وذلك الجو من الداخل كي يعطي محتاليك رائعة وايضا الحشوة كي مشتو سهلة ويعني ما ما كتحتاش انا نطيبوها وهذا الشكل جيلها من الداخل فاكاد في كي ما يتلكم معلقة ورائعة وخفيفة خفيفة جدا نتمنى تعجبكم الوصفة جربوها وإلى فيديو آخر ان شاء الله انتمنى تعجبكم الوصفة جربوها